مئات المجازر في غزة ارتكبتها إسرائيل وخلفت دماراً واسعاً وآلاف الشهداء والجرحى كل ذلك لم يقنع دولة الإمارات باتخاذ موقف عروبي كما فعلت دول وأنظمة عديدة ورغم الغضب الذي ساد العالم إثر جرائم إسرائيل في غزة تقول وكالة رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة على سياسة الدولة الخليجية إن الإمارات تعتزم الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل وتواصل تبادل السفراء والتعامل التجاري والأنشطة السياحية ولم ينتهي الموقف الإماراتي زاء الحرب في غزة عند هذا الحد بل تجاوز ذلك إلى دعم الجيش الإسرائيلي بطرق عديدة بالإضافة إلى إدارة المقاومة الفلسطينية بعد معركة طفال الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي في موقف لم يصدر عن أي دولة عربية أو إسلامية وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين الإمارات وإسرائيل إلا أن أبو ظبي اكتفت ببيانات ضعيفة وغاب رئيسها محمد بن زايد عن حضور القمة العربية الإسلامية في الرياض وظهرت في المحافل الدولية أقرب إلى تبني الرؤية الإسرائيلية ولبحث تفسير ذلك تؤكد رويترز أن الإمارات قلقة على مصير اتفاق التطبيع أو ما سمته بالاتفاق الإبراهيمي الذي حاولت من خلاله الظهور كقوة حاكمة في الشرق الأوسط وإلى جانب ذلك تشير الوكالة إلى أن الإمارات تريد الحفاظ على مصالحها المشتركة مع إسرائيل بما في ذلك التعاون الدفاعي والتبادل التجاري الذي تجاوز 6 مليارات دولار منذ عام 2020 بحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية تنتهي الحالة بالإمارات شريكة لدولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل لحسابها على حساب مصالح محيطها العربي والإسلامي ويصبح خطر وجودها في المنطقة لا يقل عن خطر إسرائيل ذاتها محمد بن زاير